سنتقل الآن إلى محمد الدعور للتعرف أكثر وبتفصيل أكثر على هذه التطورات الميدانية في مختلف مناطق القطاع لكن ربما يكون أبرزها هي الاجتياح البرية الجديد بمدينة خان يونس بالفعل خان يونس اليوم يتصدر مشهد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حيث أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تشن غاراتها بشكل عنيف جدا وأحزمة نارية في خان يونس جنوبي قطاع غزة وبالتحديد في المناطق الشرقية من هذه المدينة أعداد الشهداء ترتفع بشكل كبير جدا في ظل استمرار الاستهداف المتعمد للمدنيين العزل في المناطق الشرقية من المدينة أي بمعنى أكثر أو تقريبا نصف مدينة خان يونس طلب جيش الاحتلال من السكان الذين يتواجدون في عبسان وفي خزاعة وفي جورة اللوت وفي منطقة السطر والكتيبة وكذلك في مناطق مختلفة بالنزوح والتوجه نحو غرب المدينة وأيضا قلص من المنطقة الإنسانية بشكل كبير جدا نحن نتحدث عن نحو خمسين شهيد والعدد مرشح للزيادة هذا ما وصل إلى مستشفى ناصر لكن هناك أعداد كبيرة من الشهداء ما زالت في الشوارع والطرقات لا تستطيع التواقم الطبية أن تصل إليهم بدأت أيضا الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتقدم نحو محاور عدة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة وبذلك العملية قد تستمر عدة أيام في مناطق شرق خان يونس دائما ما يدعي الجيش بأنه كلما حاولت الفصائل الفلسطينية استعادت عافيتها فإن المناطق ستشهد عمليات عسكرية الآن العملية العسكرية بدأت بالفعل في داخل المناطق الشرقية من محافظة خان يونس مصحوبة بتحليق لكافة أنواع الطائرات كواد كابتر الاستطلاع والإف ستة عشر وتقوم بغرات عنيفة ومكثفة في شرق خان يونس جنوب قطاع غزة والنازحين يتركزون الآن في المناطق الغربية ولا أحد منهم يجد مكان أو مأوى يؤوي في ظل استمرار العملية العسكرية في محافظة رفح لكن في خان يونس عفوا جنوب قطاع غزة مدينة رفح لا تختلف كثيرا العملية العسكرية مستمرة لكن ما يجري خلال الساعات القليلة الماضية وحتى هذه اللحظة نتحدث عن أربع عمليات ضد جنود الاحتلال في مدينة رفح بالتحديد في حي السلطان وحي الفرقان في غرب مدينة رفح القسام أعلن منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة عن أربع عمليات ما بين استهداف لآليات عسكرية استهداف لجرافات واستهداف قوة تحصنت داخل مبنى وقوة أخرى في نفق وهذا يعني أن هناك اشتباكات ضارية وعنيفة تدور في منطقة حي تل السلطان في غرب مدينة رفح في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية نحن نتحدث عن استمرار للعملية في داخل رفح وعلى طول محور فلادلفيا واشتباكات ضارية تدور وبذلك يبقى جيش الاحتلال الآن يتواجد في عدة مناطق أبرزها محور نيتساريم في الذي يفصل الشمال عن الجنوب أيضا في شرق مدينة خان يونس وكذلك في مدينة رفح وأعداد الشهداء تزداد بشكل كبير جدا وازدادت عن التسعة وثلاثين ألف شهيد والعدد مرشح للزيادة في ظل استمرار العملية العسكرية في مناطق مختلفة من القطاع هذا ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية في مدينة رفح بالتحديد نتحدث وعن خان يونس التي تشهد عملية عسكرية إسرائيلية منذ ساعات الصباح إلى هذه اللحظة إليك كوثر شكرا جزيلا لك محمد الدعور على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا لك